في سنة 1946 واحد اسمه فرانسيس روبرسون ده واحد أمريكي نشر كتاب بعنوان افكت باستوري أو دراسة فعالة من خلال الكتاب ده فرانسيس روبرسون كان بيستعرض من وج moon watches看 احسن طريقة للقراءة واحسن طريقة فعالة للقراءة والمذاكرة بالنسبة لطلب الجامعيين. الطريقة دي سماها. الطريقة اللي هو تشايف انها احسن طريقة فعالة للقراءة والمذاكرة بالنسبة للطلب الجامعيين كان اسمها بعد فترة الطريقة دي اثبتت انها فعلا احسن طريقة فعالة للمذاكرة ولا يتنتشر في جماعات كتير وبعد كده اثبتوا ان الطريقة دي تنفع مع اي حد. اي حد بيذاكر اي حد بيقرأ في كتاب وبمحتاج النوى يستخلص من المعلومة هي احسن طريقة عشان يعمل بها كده. لو انت عايز تضمن انك هتذاكر باحسن شكل وان كل دقيقة هتقضيها فعلا هتستفيد منها بشكل كويس وده هيرجع لك ان شاء الله في الانتحان. خليك معي وهقول لك ازاي تعمل كده. الاستراتيجية اللي اسمها دي كل الهدف منها انها تخلي الوقت اللي انت بتقضيف المذاكرة فعال بشكل اكبر. يعني بدل ما تقعد طيق لع ساعة او اتنين. لا انا خليك تقعد نص ساعة بس. والنص ساعة دي هتكون احسن من الساعتين والتلاتة اللي انت عم يكون تقضيهم في نفس الحاجة. هتستخلص كل المعلومة انت محتاجها من الدرس اللي انت بتذكره. بس بطريقة اسهل وبطريقة منظمة. تعال دلوقتي نشوف مع بعض ايه هي بالزبط. وزي بانطبقها. زي ما اتفانى هي عبارة عن طريقة فعالة للمذاكرة. طريقة فعالة للقراءة او المذاكرة. بتتكون من ايه? بتتكون من الخمس حروف اللي هم فيها دول. الخمس حروف بتوعها دول هم عبارة عن اختصار للخمس خطوات اللي المفروض نمش عليهم عشان تنفذها. فاحنا عندنا اس وكيو وتلت قراط. اس كيو تري او. الاس الاولينية معناها سيرفي او اللي هو الاطلاع. سيرفي او الاطلاع. رقم اتنين او الحرف رقم اتنين هو الكيو. والكيو معناه او بيرمز لي او سؤال. فأت اول حاجة عندك الاطلاع. تانيه حاجة عندك هو السؤال. رقم ثلاتة هو الار. الار الاولية معناها ريذ الكراءة. الار الثاني معناها ريسايت او اللي هو اعادة الصياغة اللي هو التسميع. واخر الار اللي هو المراجعة. فاحنا عندنا كده الاس كيو three اار الطريقة بتاعتنا. بتتكون من خمس خطوات. اس وصيقيو وثلت قراط. الاس السربية او الاطلاع. بعد كده الكيو اللي هو السؤال. الار الاولينية معناها ريذ اللي هي القراءة او اقرأ. الارة التانية معناها ريسايت قعد الصياغة او اللي هو التسميع واخر ار معنا هو الروفيو او المراجعة لو نفست الخمس خطوات دول في اي درس هتضمن ان شاء الله ان الدرس ده مش هتنسى تاني نيجي الاول خطوة وهي السربي او الاطلاع ازاي انفذ الخطوة دي كل الفكرة من الخطوة دي انك عايز تاخد فكرة عامة او نظرة عامة عن الدرس انت مش عايز تخش دلوقتي تبدأ في اول سطر او تضع في اول فكرة تحفظها وتخش على بعدها وانت مش عارف اللي جاي لك في الاخر يعني لأ احنا في الاول بنااخد فكرة عامة عن الدرس بعملها ازاي? اول حاجة بقرأ عنوان الدرس من فوق يعني مسلا بتكلم على الفيزياء فانا بتكلم على قانون اوم يبقى اول حاجة عندي من فوق كده هو قانون اوم هاجي مسك قانون اوم ده اكتبه في ورقة خارجية عندي ماشي? الدرس عنوانه كزا فانا هاخد عنوان الدرس ده اكتبه في ورقة خارجية عندي بعد كده هخش على اي عنوان رئيسي كل فكرة بيكون ليه عنوان رئيسي من فوق كده العنوان رئيسي ده بيكون مسلا مميز باقي حاجة مميز ان هو مكتوب بخط كبير او ان هو مسلا متلوم بلون مختلف. الممنك هتاخد العنوان الرئيسية برضو هتكتبها. يعني احنا اول حاجة نشوف عنوان الدرس ناخده نكتبه فرقة خارجية ونكتب تحته العنوان الرئيسية. بعد كده برضو هقر العنوان الفرعية وهكتبها. عشان الفز الخطوة الاولى اللي هي السربي او الاطلاع بقرأ عنوان الدرس واي عنو وخاتمة برضو بقرأهم. يعني مقدمة خاتمة عنوان الدرس اي عنوان رئيسي او اي عنوان فرعي انا بكتبهم بكتبهم او بقرأهم الاول وبكتبهم فرقة خارجية بره. بحيث تكون هي دي اللي انا هتكلم عنها او العنوان الرئيسية اللي انا عايز اشتغل عليها. ان شاء الله بعد ما خلص الخمس خطواتنا طب ما معلش نشوف بيشتغلوا ازاي. بعد ما بعملنا او اللي هو الاطلاع. تاني حاجة هو او السؤال. اطلاع سؤال. بعد ما انا اخذت العنوان الرئيسية دي. بابدأ اسأل فيها. بابدأ انا من عندي اكون اسئلة. يعني زي ما اتفعنا احنا كنا بنتكلم عن قانون اوم. فانا ايه الاسئلة اللي ممكن تخطر في بالي عن قانون اوم. ايه اللي انا ممكن اتسيقل فيه في الحتة دي. انا مسلا بفكر يعني ايه قانون اوم. بما انه قانوني اللي تكوين بيتكون من ايه. انت بستخدمه. مسلا كل عنصر في العناصر بتاع قانون اوم دي. معناه ايه وبيعبر لي عن ايه وبستخدمه ازاي وبحسبه ازاي وكل الحاجات دي. فالاسئلة دي ان بتكونها. احنا دلوقت في اول خطوة كتبنا العلامين الرئاسية. كتبنا اسم الدرس. كتبنا العلامين الفرعية. فناخد كل الحاجات دي وكون عليها اسئلة. كل عنصر انا كتبه. هشوف ايه هي الاسئلة اللي ممكن تخطر على بالي في الحالة دي افو الجزئية دي. هنا الموضوع بيكون مفتوح. اي اسئال يخطر في بالك بخصوص جزئية معينة انت كنت كتبها في السيرفي. حطها. او اسأل اسؤال ده. اكتب اسؤال ده. الخطة الثالثة اللي هي الريد. بحاول اجوب فيها على الاسئلة اللي انا كتبتها من شوية. احنا من شوية اتفعنا ان احنا هناخد العلامين الرئاسية بتاعتنا. نكمل عليها اسئلة. نبدأ نسأل نفسنا في اسئلة كتير. ونكتب الاسئلة دي. بعد ما نكتبها بنبدأ دلوقتي نقرأ كل حتى في الدرس الراحة. وندور على الاسئلة او اجابة دي الاسئلة اللي احنا كتبناها. يعني احنا مسلا في قطوة كان عندنا اسم الدرس القانون اوم. فانا كتبته. وجد بعد كده في الخطوة بتاعة او السؤال. انا اسألت نفسي ما هو تعريف قانون اوم. ده السؤال انا حطيته لنفسي. ماشي من قبل ما اذكر الدرس. لما ما اجي لخطوة التالتة اللي هي الريد. بمسك السؤال ده وبدور على اجابته. ببقى اني كاتب قانون اوم وكاتب السؤال الفلاني. فناخد السؤال ده وهدور على اجابته وانا بقرأ. كده وانا بقرأ انا مركز. عشان انا وانا بقرأ مش بقرأ وخلاص. انا بقرأ عشان ادور على معلومة. او عشان الاقي معلومة معينة. ماشي? يعني انت لو بتذكر في العموم وخلاص. فانت بتذكر لو لقيت سؤال انت بتكتبه وبتجاوبه او بتحاول تشوف اجابته. انما لما انت تخلق الاسئلة من الاول لما انت اللي تحطها. فانت حرفية وانت بتقرأ عينك على كل كلمة ونكز فيها. عشان تضلع عجابة السؤال اللي انت عايز او اجابة السؤال اللي انت كتبته. وبتعمل نفس الموضوع ونفس الخطوات دي مع كل الاسئلة. اول حاجة بقرأ العاملية الاصلية وبدونها. تاني حاجة بعمل اسئلة بس لنفس اسئلة على العاملين اللي اننا كتبتها دي. وبرضو بكتب الاسئلة او بدونها. ثالث خطوة اللي هي القراءة. بحاول اقرأ الدرس ودور على اجابات للاسئلة اللي اننا كتبتها. بحاول اقرأ الدرس ولاقي اجابات للاسئلة اللي اننا كتبتها. الخطوة اللي بعد كده هي او التسميع. في او التسميع الموضوع هنا بيكون عبارة عن حاجة تحريري كده. انت سألت نفسك السؤال وطلعت الاجابة. جاء الوقت ان انت تحفزها بقى خلاص. تحفزها ازاي بتحفزها برا والم. الخطوة الرابعة انك تعمل او اللي هو التسميع. التسميع في القطوة دي بيكون عبارة عن حاجة بالوراء والالم. اكنك في انتحان. السؤال انت كذبه. وطلعت الاجابة المفروض انك ذكرتها خلاص. او طلعت الاجابة واحدة فاسطها. بتبدأ تكتبها بالالم. بتبدأ تحلها وتكتبها بالالم. اكنك في امتحان. هو ده كده كل اللي بتعمله في الخطوة رقم اربع لها الريسايت. احنا بناخد الدرس حتى حتى. او الحاجة باعرف ايه هي العلمين الرئاسية. تاني حاجة بسأل نفسي اسئلة عليها. تارت حاجة بافضل اقرأ بالراحة كده كلمة كلمة لحد ما لايه اجابة لكل سؤال انا سألتم نفسي. الخطوة رقم اربعة ان انا خلاص بقى انا لقيت الاسئلة ولاقيت الاجابة فانا الوقت او جال وقت ان انا احفظها. فبحفظها وبسمعها مع نفسي بالورقة والالم. الخطوة دي بسمع مع نفسي بالورقة والالم. دي اللي هي الريسايت. اخر خطوة اللي هي او المراجعة. انا دلوقتي خلاص ذكرت كل الدرس. بس لما انا كنت بحل كنت بحل مع نفسي بالورقة والالم كنت بكتب. فالمرة دي انت مرضو هتعمل او هتلاجع على الاسئلة دي وهتراجع عن المعلومات انت اخدتها بس المورد بشكل شفوي ماشي مش هتكتب والولا والقلم تاني هتكون زي مراجعة خفيفة كده عشان تضمن انك تلست فاكر من ستش يعني هي دي بكل بساطة الاس كيو ثري ار رأيكم هنطبع الخطوات دي دلوقتي على درس بالفيزيك تعال دلوقتي نطبع الاس كيو ثري ار طليل احنا اخدناها على الدرس بها ده واحد من دروس اللي موجودة في الفيزيك بتاعتها سنوي اسمه قانون قوم للدوار المغلقة ماشي زي ما تفاني اول خطوة بتكون عبارة عن سيرفي بتكون عبارة عن الطلاع بعمل ايه في الخطوة دي بتدور على العلاوين الرئيسية وبقراها بتدور على العلاوين الفراعية وبرضو بقراها بدور على المقدمة والخاتمة وبرضو بقراهم طيب قدينا هنمشي مع بعض ونشوف الطريقة دي او الخطوة دي بتتعمل ازاي الخطوة دي بتدور على حاجات حاجات برزة اوي. الحاجات الرئيسية. العنوان الرئيسية والعنوان الفرعية. اول حاجة بتكون بارزة هي اسم الدرس اصلا. اللي هو قانون اوم اوم. قانون اوم للدور المغلقة. فاول حاجة هكتبها معايا في وراء خارجية كده على جمد هي قانون اوم في الدور المغلقة. دي اول حاجة. بعد كده ليت مقدمة فهقراها. لو ليت حاجة او هقراها الاول. عشان تعرفني الدرس ده بيتكلم عن ايه? بتديني فكرة عم كده عن الدرس. هتلاقي انها مجرد سطر وكلمتين او تلك كلمات مفاش حاجة مميزة اوي. بس كل فكرة انها ممكن ساعات تديني فكرة او هنت كده. ايه اللي انا ادخل عليه? او ايه هي الحاجة اللي انا هشتغل فيها وهبدأ اذاكرها. هنربق مكملين او هنفضل مكملين بعد كده. هلاقي العنوان الرئاسية بتكون محطوطة مسلا في مربعات ده كده. اتنتاج قانون اوم. هعلم عني واكتبوه. هاخد ده ده عبارة عن عنوان رئيسي او عنوان فرعي. اخدوه وبرده هاتيبوه في ورقة. حد ده مكمل مريش دعب كل ده دلوقتي. انا مش اعرى كل ده. ميجي? ده مريش دعب دي خالص دلوقتي. انا بدور على العنوان الرئيسية والعنوان الفرعية. ميجي? حدد انت لو انت في حاجة شكك انها عنوان رئيسي او لأ. ممكن تحددها امكم متحددهاش. يعني مسلا ده عبارة عن نص القانون. هل انت شايف ان ده عبارة عن عنوان رئيسي او عنوان فرعي. انا شايف ان هو لا. ميجي? لو انت شايف ان هو او عنوان رئيسي او عنوان فرعي. علم عليه. ميجي? مش شايف ان هو عنوان فرعي. خلاص. ادغيه. براحتك. يعني دي حاجة ترجع لك. تبدل مكمل. دي عبارة عن مسألة عادية عن جسد الفات. فدي مش عنوان رئيسي ولا عنوان فرعي. نبدل مكملين. هتلاقي حاجة زي كده. العلاقة بين القوة الدفعة للعمود. اللي هي البي بي. بعد كده فرق الجهد بين قطبيه. او بين قطبيه. لو انت مجيب والسال. ما شايف انا شايف ان دي عبارة عن عنوان رئيسي. دي عنوان حاجة او عنوان فقرة. فاعلم عليها واكتبها. هاخدها معاي برا. وهو ابدل مكمل. ودي برض حمال عن امثلة. وكده الدرس خلص. ماشي? هذا كده اعملت اول خطوة. لحد هنا. الدرس خلص. ايه هي اول خطوة? اول خطوة ان احنا حددنا العلمانة الرئاسية. والعلمانة الفراعية ienstaneろ موجودة في الدرس ده. الخطوة تانية ان انا اعمل او ان انا اعمل سؤال. اكون سؤال. فانا دلوقتي معي العلمانة الرئاسية دي. ماشي? نجي بالدرس بالاول. هو الدرس من الاول اهو. العلمانة الرئاسية أنا معلم عليها بالله أخطر معلم عليها بالشكل ده كده همسك كل واحد منهم وأفضل أعمل عليها أسئلة أفضل أسأل نفسي أسئلة عليه يعني مثلا قانون أوم للدور المغلقة أنا أولا أسأله النفسي يعني إيه قانون أوم ماشي يعني إيه قانون أوم بينص أو النص التاعه عبارة عن إيه بيقول إيه تاني حاجة أسأله النفسي إيه هو الصيغة الرياضية بتاعته القانون إيه هي الصيغة الرياضية بتاعته تاريت حاجة اسألها النفسي بيحسب لي ايه؟ امتى بيحسب لي ايه؟ او القانون ده بيحسب لي ايه؟ دي كده الاسئلة اللي جاتت في بالي او خاطرت في بالي وعايز عرفها بخصوص القانون ده ماشي؟ انا الجملة دي اللي هي قانون اوم لانا معلم معنيها الاسئلة اللي جاتت في بالي كتبتها اللي هي يعني ايه قانون اوم؟ النص بتاعه عمل ازاي؟ واصلا انا بستخدمه عشان احسب ايه؟ ماشي. دي هي الأسئلة اللي جات في بالي بخصوص الحتة دي. فهدونها او هكتبها. بعد كده لقيت نفسي معلم على استنتاج قانون اوم للدورة المغلقة. فهقول يعني ايه او ازاي بستنتجه. السؤال اللي ما كن يجيلي هنا هو ازاي استنتاج قانون اوم. فان كده كونت سؤال على الحتة دي. وكونت سؤال تياني على جسئية دي. هفضل ما يكمل. لحد ما شوف انا كنت معلم على اي تاني. انا معلم على دي. العلاقة بين الكوة دفعة لعمود بي بي. وفرق الجهد بين القبية. فهنا سأل نفسي سؤال ايه هي العلاقة دي. ايه هي العلاقة دي. شكلها عامل ازاي. وبرضو بطبقها امتى. وبتحسب ل ايه. فانا سألت نفسي اسئلة تانية على الحتة دي. الخطوة لقم تلاتة. اللي هي الريت. القراءة. في الخطوة دي بقى احنا مش بنقرى دول. مش بنقرى العامل الفراعية دي او الرئيسية دي. لأ احنا بنقرى الكلام اللي في النص. دلوقتي انا كونت نفسي اسئلة. عايز اجابات. كنت منظن الاسئلة اللي عندي هي ازاي بستمتقى قانون اوم. ازاي بستنتجه. فانا عندي هنا الفقرة اللي في ها هي دي. فانا همشي في الفقرة دي كده. ودور على جابت السؤال بتاعي. ادور على الطريقة اللي بستمتقى بها قانون اوم. فانا جابت تعليف فخلاص. هخش عجسئلة اللي بعدها. كنت سائل نفسي يعني اصلا قانون اوم. فلقيت التعريب بتاع ما موجود هنا. دي القانون اهو. نصر قانون. فانا كده برضو جضبت على سؤال تاني من الاسئلة اللي كنت كتبها. بيحسب ايه? بيحسب لي طيار وبيحسب لي بولت وبيحسب لي مقاومة. بقرأ الدرس حتى حتى. ودور على اجابات للاسئلة اللي كتبتها. كده انا لو كتبت سؤال وما لقيتلوش اجابة هعرف ان مي حاجة غضبت. انت مفروض كده عرفت حتى في الدرس او وصلت نقطة في الدرس. انك عارف كل حاجة. وفي حاجات تانية الكتاب مش ذكرها. وانت عيس عرفة او انت فكرت فيها. ماشي? ففي الحالة دي بتاخده سؤال بتاعك تدين المدرس. ماشي بتقول له انا سألت السؤال ده او انا لقيت السؤال ده. بس الكتاب مش ذكر له اجابة. كده انت بتحرفيا بتجيب كل حاجة بتتم كل حاجة بخاصة بالدرس. وكمان بخيالك انت بتسرح لبرة. وبتفهم حاجات او بتوصل لحاجات الكتاب نفسه ومش ذكرها. والخط رقم اربعة هي الريسايت اللي هي التسمية. زي ما تفاني انت بعد ما كتبت كل الاسئلة دي. بعد ما لقيت لها الاجابات. بتحفظها وبتسمعها. بتسمعها بشكل كتابي. بتكتبها. الخطوة الاخيرة هي الريبيو. انت خلاص كتبت الاسئلة بتاعتك وجوبت عليها. وكتبتها باية ذكرها بشكل تحريري. دلوقتي هتاجع عليها برضو بس بشكل شافوي. وبس ده كل اللي كان معنا من الهضة. شكرا لكم وشوفكم ان شاء الله في ترجمة.